اهلا بكم على الكنبة انت عارف انك مترقب على الفيس انت عارف ان الفيس عارف كل معلوماتك وبياناتك وهوياتك وكل حاجة عنك عارف انت بتشوف ايه وبتفكر ازاي وبتروح فين وبتكلم مين وبتكلمه في ايه يعني ادارة الفيس بوك دلوقتي عندها معلومات عنك تقريبا في كل حاجة كان في واحد اسمه كان قال زمان انه لقد انفلت زنبروك العقل زنبروك بتاع زمان ده هو كان رجل قديم قوي وخد نوبل 2012 تقريبا وكالجراح فرنسي قال انتبه انه العقل خلاص تفلت لكن احدهم واحد تاني قال حاجة غريبة جدا قال ان الانسان المعاصر المعاصر مراقب في جانب من جوانب حياته ودي الحقيقة بقت معلومة قديمة قوي عند الناس كلها الفيس مثلا عارف عنك كل شيء عارف عنك اي حاجة تخصك نفس القصة في تويتر نفس القصة في انستجرام الاجهزة دي او المنصات دي عارف عنك كل شيء تقريبا يعني او عارف عنك تلات تربة حياتك متجوز مين بتحب مين بتكره مين بتكلم مين بتحب ايه في البضاعة بتحب تشتري ايه زوءك عامل ازاي ولذلك مثلا تلاقي على الفيسبوك مجرد ما تشوف اعلان ينزلك 30 اعلان مشابهين الاعلان اللي انت شفته واللي انت حبيته سواء كانت جزمع بانطلون كاميرا اي حاجة في الدنيا ساعة موبايل اي حاجة عشان كده انت مترائب من منصات زي الفيسبوك وتويتر وانستجرام لكن الاهم انك انت كمان مترائب وانت ماشي في الطريق عن طريق التطبيقات اللي بتدلك على المواقع اللي في الخرايط انت مراقب بدا روحت فين كلبتي ايه شربت ايه كل ده لحد لوقتي عادي زمان بدأت المراقبة من فترة مش طويلة اوي انك انت تمشي فيه تخش بنك مثلا تلاقي البنك فيه كاميرا تخش مصالح كبيرة اوي زي وزارات او غير وتلاقي الكاميرات موجودة في كل حتة والهدف ان الناس تحمي بعضاها يعني كان هدف المراقبة دي ان الدولة تحميك كمان الشوارع اصبح فيها كاميرات فعادي جدا اي شارع دلوقتي فيه كاميرات الغرض من الكاميرات دي مش ان الداخلية او وزارة الداخلية في اي دولة ترأبك لا هي تأمنك كان الغرض من هذه المراقبة ان الدولة تأمنك بحيث ان لو طلالك واحد في شارع سرقك او سرق عربيتك او اعتد عليك في بنك في وزارة في الشارع تقدر كاميرات المراقبة تجيب الشخص ده تقريبا يعني او في المراقبة الكبيرة لكن فكرة المراقبة دي اتطورت اوي لما زهر الفيسبوك لما زهر بقى الفيسبوك بطأت انت تبقى مراقب بش من الدولة ومش عشان امنك انت مراقب عشان فيسبوك بوك قررت انها تعرف عنك كل حاجة تعرف طبيعتك اخلاقك صفاتك الكلمات اللي انت بتحبها الالوان اللي بتحبها المنتجات اللي بتشتريها فاتنقلت المراقبة من انها كانت فكرتها للامن بتاعك انت الى ان اصبح فكرتها لاختراقك واختراق خصوصيتك الكاميرا اللي في الشارع او اللي في البنك او اللي في الهيئة الحكومية ما بتعرفش انت مين في الاخر انت شخص معدي في الشارع لكن فيسبوك دخل جوه حياتك دخل جوه تركيبتك النفسية دخل جوه اراءك وافكارك بتفكر في ايه هنا بدأت المشكلة مع كورونا بقى اتنقل او تطورت المراقبة الى حشيء غريب جدا انا هو عليك دلوقتي برنامج نزلت الحكومة التركية برنامج الحقيقة معمول برضو للحفاظ عليك لامنك لكن البرنامج ده الحقيقة لو اتطور عن كده هتبقى المشكلة مشكلة امعلم الحكاية ببساطة ان الحكومة التركية امعرفش ده معمول في اوروبا ولا اقا عملت تعمله عشان تحميك تحميك من كورونا وتحافظ عليك ومن خلال البرنامج ده الحكومة التركية بتعرف تحركاتك اذا كنت قابلت حد عنده كورونا او اذا كنت انت عندك كورونا او اذا كنت بتعاني من اعراض كورونا او لو دخلت الحقيقة ملات او لو عملت اي حاجة البرنامج ده معمول من الحكومة التركية لامنك ولصحتك لكن البرنامج ده لو اتطور هيبقى خطير جدا خليني دلوقتي اشرح لك ووريك البرنامج ده والقبليكيشن بتاعه على الموبايل على طول يلا دي شاشة موبايل يا معلم البرنامج موجود موجود في السامسونج او في الاندرويد وكله ادي البرنامج ودي الايقونة بتاعت البرنامج ست ايقونات موجودين جوا اول واحدة الكود اللي كان على الشمال فوق ده كود لو عندك حد جايلك بتمسك موبايله وبتفتح عنده نفس الابليكيشن ده وتدوس على الايقونة دي عشان تعرف اذا كان كلير او ريسكي ده اول ايقونة تاني ايقونة اللي هي الاعلامة دي دي بقى الرقم بتاعي عندهم بالرقم ده انا اخش المولات ادخل المولات اركب المواصلات بالرقم ده لو ما عنديش الرقم ده مش هيدخني لمول ولا هخش المواصلات دي تاني علامة تالت علامة الحقيقة انا لسه معرفش بتاعت ايه بس ايه حاجة مهمة جدا لك انا مدهوشتش نفسي فيها اخر العلامة اللي بعد كده هي العلامة بتاعت الكود ده برضو ده كود في الاماكن العامة لو فيه ارشادات تخصك في الاماكن العامة فيه حاجة مهمة فحاجات تتبعها ده موجود كده فيه بقى علامة فوق كده بتاعتنين فوق بعض ده لو انت تعبان وبتسأل وهم يجاوبوا لك ولو وصل الموضوع انك عندك خطر يقولك لا روح المستشفى فيه بقى فوق كده علامة اتنين قدام بعض دي المسافة القانونية اللي بيقولك ان مين كسر المسافة القانونية دي ومين كسرها وكان ريسكي كان عنده كورونا فهنشوف دلوقتي العلامة دي او فتحها دلوقتي تفتحت اللي فوق دي مين كسر المسافة واللي تحت مين كسرها وريسكي هندوس على الكاز ده هيديك ترات اختيارات هيستعرف في خلال الاسبوع او يوم او 14 يوم ندوس كده على اول يوم ندوس على اليوم اللي فات دوست على اليوم اللي فات قال لي لا انت ما عندكش حد كسر المسافة القانونية ولا عندك حد ريسكي ندوس على سبع تيام قال اه في واحد فوقه سبع تيام كسر المسافة القانونية بينك وبين بس ما كانش ريسكي طب 14 يوم 14 يوم في واحد يبقى الواحد ده كسر هو من 14 يوم بس الحمد لله ما كانش ريسكي ده البرنامج اللي عاملاه الحكومة التركية للمواطنين انت تعرف ان البرنامج ده مثلا هنا في تركيا اللي يصاب بكورونا البرنامج ده بيلقطه اخطر ما في البرنامج ده بقى ان حكومة تركيا ربطت البرنامج ده بكل شيء بمعنى انك لا يمكن هتدخل مول الا ما يكون معاك الرقم اللي هو بتاع البرنامج ده مفيش مول هيدخلك اصلا ولو ما معاكش لو ما عملتش الابليكيشن ده ولو ما خدتش الكود ده كود كده اللي انت شفته في احد الاسكشنات في البرنامج لو ما ورنتش للامن اللي برا المول الكود ده مش هيدخلك حتى لو كدت لابس كمامة حتى لو كدت لابس مصفح مش هيدخلك الحكومة التركية في الاونة الاخيرة ربطت المواصلات الحكومية كل وسائل المواصلات الحكومية ربطتها بالبرنامج ده بمعنى ان هنا مثلا الناس بتتعامل في المواصلات عن طريق كارت المواصلات الكارت ده الكارت ده انت بتركب بيه كل المواصلات المواصلات الحكومية مش الميكروباسات لا الحكومية يعني بتركب التراموي بتركب الميتروبوس بتركب الباس بالكارت ده مطلوب منك بقى انك تربط دلوقتي كمواطن تركي اي مواطن تركي يربط الكارت ده بالابليكيشن اللي انت شفت من شوية لو ما ربطش الكارت بالابليكيشن هتيجي تحط الكارت على المكنة عشان تعدي هترفض هتتقفش فانت عشان تركب اي مواصلة اي مواصلة حكومية في تركيا هنا لازم تربط الكارت ده تربطه بالابليكيشن اللي انت شفته الكارت ده لو ما تربطش خلاص خلصت القصة اذا الابليكيشن اللي انت شفته ده اتربطت بيه حياتك كلها الشخص اللي بيصاب بكرونا هنا في تركيا بيتسجل الكود ده بتاعه وعليه انه يفتح الابليكيشن ده طول الوقت ويعزل نفسه طيب لو هو ما عملش كده وقفل الابليكيشن هيلاقي الشرطة جياله وتسأله انت رحت فين ليه قفلت الابليكيشن فاذا ان الشخص اصبح مراقب اللي عنده كورونا عشان كده في الابليكيشن ده في جزء كده يقول لك اذا كنت انت قبلت واحد عنده كورونا او لأ زي ما شفنا هو اعرف منين اعرف لان فيه واحد تاني متسجل كورونا على الابليكيشن ده اذا الحكومة التركية حفاظا على صحة الناس ربطت الابليكيشن ده بكل شيء في حياتك بالمواصلات بالمولاد باي حاجة الحقيقة ان ده رائح شيء رائع جدا رائع لحد كورونا ماذا بقى لو اني الاختراع ده او الابليكيشن ده تطور واصبح له استخدامات تانية هتبقى مشكلة لان ساعتها هتبقى انت مش بس مترائب على الفيس او على الميل بتاعك او على الكمبيوتر او على التيويتر او على الستجرام لا ده انت مترائب في حياتك كتير جدا عزيزي المواطن المعاصر عزيزي المواطن المعاصر وانت قاعد دلوقتي بتسمعني في شخص ماء في حياتة ماء في العالم بيرائبك مش بس بيحاول يخترق الميل بتاعك او حسابك على الفيس او تويتر او انستجرام هو شايفك شايفك وكشفك بس بش دي المشكلة بس المشكلة انك انت ما تعرفش هو ليه بيرائبك لكن في مشكلة اكبر المشكلة اكبر وانت ما تعرفش هو المعلومات عنك اللي هو خادها دي هيعمل بها ايه اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة